الاتصال الهناس في اللي تم بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن واللي تم فيه تناول مجموعة من البنود يمكن كان أولها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتحدث الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدقوبة والمستمرة للتوصل لوقف إطلاق النار وده كلام مهم جدا في هذا التوقيت وتطرق أيضا لاتفاق الهدنة في القطاع وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مصار التفاوض وهنا يصلت الضوء على أهمية الدور المصري للعودة لطولة المفاوضات وتحقيق ربما انفراجة تني هذه المأساة الإنسانية الممتدة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني وكمان بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام جميع سبل الحياة بالقطاع ومسألة انه ما فيش وقود وكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بقيلنا فترة وحال المستشفيات وحال المخابز وكمان اتفقوا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود حتى تسلمها الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة لحين التوصل لآلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني كمان تطرقوا لضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وده اللي مصر بتنادي به من اليوم الأول وأكدوا كمان رفضهم الكامل لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ودعموهم لكل السبل اللي ممكن أنها تحقق منع تفاقم وتوسع الصراع لحيات النهاردة كمان في مصدر رفيع المستوى مصدر مصري رفيع المستوى أكد لقناة القاهرة الإخبارية أنه مصر حتظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم وكمان أكد المصدر أنه معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني وأنه مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال ألية يتم الاتفاق عليها بالتنصيق مع السلطة الفلسطينية وأكد كمان المصدر ده أنه مصر دايما بتحرص على التخفيف من وطقة نقص المساعدات من خلال إدخالها المساعدات عبر معبر كامرام أبو سالم وده لحد ما يرجع تاني معبر رفح يشتغل بشكل طبيعي وفق للألية المتفق عليها